سوناك يلتقي الملك تشورلز اليوم لتسميته رئيسا للوزراء ويتعهد برص الصفوف ومواجهة التحدي الاقصادي روسيا تعتزم رفع مزاعم القنبلة القادرة إلى الأمم المتحدة ونواب ديمقراطيون يطالبون بيض بالتفاوض مع بوتين قبيل تظاهرات المتوقعة اليوم إغلاقوا مداخل ساحة التحرير وعدة جسور في العاصمة العراقية بغداد أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى فترة إخبارية جديدة من العربية نبدوها بهذه النوم وصف رئيس الأمريكي جو بايدن اختيار ريشي سوناك كأول رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا بأنه إنجاز رائد وقال بايدن خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة حلول عيد هندي إن تولي سوناك الذي ينحدر من أصول هندية رئاسة الوزراء في بريطانيا أمر مذهل للغاية وإنجاز رائد له أهميته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبير أعلنت من جانبها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري في الأيام المقبلة محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني الشي سوناك بالملكة شارلت الثالث اليوم قبل أن يتم إعلانه رئيسا للوزراء وذلك بعد أن أعلن حزب المحافظين انتخابه زعيما للحزب من جهته قال سوناك في أول تصريحات تحدث بها لأعضاء الحزب بعد انتخابه إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية وأكد أن اختيار الوزراء لن يكون معتمدا على الأسماء وكل أجنحة الحزب ستكون في الحكومة وعلن رئيس لجنة 129 نتائج الترشيحات وأكد أن اللجنة تسلمت ترشيح واحد فقط بعد أن انسحبت موردين من سباق الترشح قبل دقائق من إغفار باب الترشيحات قالت موردينت إنها تدعم سوناك زعيما للحزب ورئيسا لوزراء البلاد ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للحكومة البريطانية هو أول رجل من أصول هندية يتولى المنصب السياسي الأهم في البلاد كما أنه أصغر رئيس حكومة منذ قرنين في اللحظة الأخيرة وقبل دقائق من إعلان الترشيحات انسحبت منافسته الوحيدة باني موردينت بعدما سبقها إلى ذلك قبل يوم رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون وأمام نواب حزبه قال سوناك إن اختياره لزعامة الحزب هو الامتياز الأهم في حياته متعهدا بأن يكون تحقيق الاستقرار والوحدة أولويته القصوى المملكة المتحدة بلد رائع لكن لا شك أننا نواجه تحديا اقتصاديا عميقا نحتاج الآن إلى الاستقرار والوحدة وسأجعل أولوية القصوى توحيد حزبنا وبلدنا من بين 357 نائبا محافظا في مجلس العموم حصل سوناك على أغلبية أصوات الداعمين مع إعلان أكثر من 190 نائبا تأييدهم له من بينهم وزراء يصنفون من أشد مؤيدي جونسون كوزير الخارجية جيمس كليورلي ووزيرة الداخلية السابقة بريتي باتال هذا التأييد الواسع لم يقنع حزب العمال المعارض الذي اعتبر أن سوناك وضع مصلحة حزبه قبل البلاد داعيا إلى إجراء انتخابات عامة فورا عزوف جونسون عن الترشح ربما أعفى الحزب من تكرار انفجار الخلافات فيه مؤقتا ومع تولي سوناك مهمة إدارة البلاد تتجه الأنظار نحو خطته لتغيير الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي أهلكت البريطانيين أمل أن يجلب سوناك استقراراً اقتصادياً أفضل للجنيه الذي رأيناه يهبط مقارنة بالدولار واليورو خلال رئاسة التراس وموازنة كواس المصغرة أعتقد أنه من المهم أن نحظى بشخص لديه خبرة في الحكومة ربما ليس الخيار المثالي ولكن من بين المرشحين أعتقد أنه اختيار جيد تفاؤل بين البريطانيين بعد فوز سوناك بزعامة المحافظين فأكثرهم يتوقون إلى الاستقرار وينتظرون بقلق كيف سيستخدم سوناك مؤهلاته لإخراج البلاد من أزمتها المتردية من لندن عروب عبد الحق العربية رضى مدير المخابرات الروسية الخارجية سيرجي ناريشينيك على الانتقادات الدولية ونفى أن تكون روسيا تحدثت عن استعمال السلاح النووي مؤكدا أنه لم ولن يكون لديها نوايا باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا ووجه ناريشيكين أصابع الاتهام للدول الغربية وطلبها بممارسة ضغوط على النظام كييف بشأن مزاعم القنبلة القادرة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف بأن موسكو تعتزم إثارة ما وصفه بإعداد السلطات الأوكرانية استفزازا بقنبلة قادرة على صعيد الأمم المتحدة وقال لابروف أن لدى موسكو معلومات محددة حول المؤسسات والمعاهد العلمية في أوكرانيا والتي تمتلك التكنولوجيا اللازمة لصنع تلك القنبلة القادرة وأضف أن هناك معلومات تؤكد أن هذه ليست شبهات فارغة بل أنه يوجد سبب جدي للاعتقاد بأن مثل هذه الأمور قد تكون قيد التخطيط ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قدمت فيه تفاصيل المعلومات المتوفرة لديها حول تخطيط كييف لاستفزاز بتفجير بقنبلة قادرة في المقابل أوضح نيت برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأملكية أن روسيا ستواجه عواقب سواء استخدمت ما تسمى بالقنبلة القادرة أو سلاحا نوويا تقليديا لقد كنا واضحين جدا مع العالم وبشكل خاص مع روسيا بشأن العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن الاستخدام النووي سيكون بالتأكيد مثالا آخر على وحشية الرئيس بوتين إذا استخدم ما يسمى بالقنبلة القادرة ستكون هناك عواقب بالنسبة لروسيا سواء استخدمت قنبلة قادرة أو قنبلة نووية لقد كنا واضحين للغاية بشأن ذلك طلب 30 نيبا من الديمقراطيين بايدن بالتفاوض مع روسيا لدعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا ولتغيير استراتيجياته بشكل كبير بشأن حرب أوكرانيا ومواصلة المفاوضات المباشرة مع روسيا وهي المرة الأولى التي يدفع فيها أعضاء مبارزون في حزب الرئيس لتغيير نهجه تجاه أوكرانيا الرسالة التي وجهت إلى البيت الأبيض وحصلت عليها صحيفة واشنطن بوست يمكن أن تقلق مزيدا من الضغط على بايدن في الوقت الذي يحاول فيه الحفاظ على الدعم المحلي للجهود الحربية وفي وقت يهدد فيه الجمهوريون أيضا بقطع المساعدات عن أوكرانيا إذا استعادوا الكونغرس انطلق منتدى الأعمال الألماني الأوكراني في برلين والذي سيركز على جهود إعادة الأعمار ومن المقرر أن يفتتح المستشار الألماني أوليف شولتز لاجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني ترجمة نانسي قنقر هذا ورصد الكاميرا العربية حياة السكان الذين تبقوا في مدينة جسيميل شمال غرب كييف والتي دمرت باستهدافات من قبل القوات الروسية قبل انسحابها واستعادتها من المقاومات الأوكرانية هذا هو حي فينيغرادوك أحد أحياء مدينة جوستاميل الأوكرانية والذي يبعد من هنا قرابة التسعين كيلو مترا من القوات الروسية والذي تم تدميره بالكامل في بداية الأزمة الأوكرانية الروسية عبر مروحيات ومقاتلات الروسية التي دمرت البنايات وكذلك البنى التحتية في هذا الحي أما هؤلاء هم من تبقوا العيش في هذا الحي بعد أن دمر بالكامل سوف نقوم بسؤالهم عن حياتهم وكيف يعيشون هنا ركتزا رازفاش برتاخر روخي إلى الملجأ المعد لهم هذه صافرات الإنذار تطلق بشكل مفاجئ أثناء تغطيتنا في هذا الحي سوف نضطر للذهاب معهم ونتوجه مباشرة إلى الملجأ الذي يقومون بالدخول إليه المدنيون في هذا الحي معظمهم هربوا بعد تدمير مقار سكنهم من قبل القوات الروسية لم يتبقى سوى عدد قليل منهم الذي لم يستطع الهرب بسبب ظروفه الاقتصادية هم يعيشون اليوم على بئر الماء هذا وكذلك تقوم القوات الأوكرانية بتزويدهم ومساندتهم بمولدات الطاقة الكهربائية هذه واحدة من أعمدة الإنارة التي تم تدميرها بعد ضربات من قبل القوات الروسية على هذا الحي وهي واحدة من عشرات أعمدة الإنارة التي تضررت بسبب الاستهدافات في هذا الحي إضافة إلى استهداف لمولدات ومحطات الكهرباء التي كانت تخدم هذا الحي ومدينة غوستوميل لقناتي العربية والحدث هاني صفيان مدينة غوستوميل شمال غرب كيف أهلا بكم من جديد تتواصل الاحتجاجات في إيران حيث أدرم المحتجون النارة في تمثال قاسم سليماني في تهران فيما خرجت تظاهرات في مدينة مهباد بمحافظة أدربيجان الشرقية مهباد بمحافظة أدربيجان الشرقية مهباد بمحافظة أدربيجان الشرقية إيران تنتهز فرصة الصراع بين روسيا والغرب لتقوية علاقتها بالكريملين سعيا منها لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية عليها لكن حتى الساعة لم تقوى العلاقة بين تهران وموسكو إلا في المجال العسكري وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا نتابع مشاهد باتت مألوفة لمثيرات إيرانية الصمع وهي تقصف مواقع في كييف ومدنا أوكرانية أخرى هذه أبرز مظاهر التقارب الإيراني الروسي فطهران استغلت حرب الكريملين في أوكرانيا وتراجع القوات الروسية في بعض المناطق لتقديم أسلحة استغلها الروس لضرب البنى التحتية للطاقة وهذا ما أكده محللون لصحيفة فينانشل تايمز البريطانية أفضل إمكانية للتعاون مع روسيا هي في المجال العسكري الفينانشل تايمز أشارت في مقالها لما سماه محللون إيرانيون العقلية السائدة في طهران الراغبة في استغلال الهوة السائرة في التوسع بين روسيا والغرب كفرصة سانحة إذ يطمح الجيش الإيراني في تطوير قدراته الجوية بشراء مقاتلات سوخوي 34 الحديثة علما بأن الطائرات التي في حوزته حاليا تعود للحقبة السوفيتية التبادل التجاري بين البلدين مؤشر آخر على تطور العلاقات حيث وصل إلى مليار ومئتي مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ارتفاع بمقدار الثلث عن نفس الفترة من العام الماضي ولكن تبقى آخر زيارة قام بها بوتين لطهران أبرز مؤشر على تقارب استراتيجي بين البلدين في مواجهة الغرب حيث دعا الرئيس الروسي لتعزيز التعاون العسكري من خلال دعوة إيران للمشاركة في مناورات عسكرية مع روسيا والصين أنس نماسي العربية وإلى التطورات في العراق أفاد مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية بشرت بإغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد بالحواجز الأسمنتية تحسبا لانطلاق مظاهرات في عدة مناطق بالعاصمة اليوم الثلاثة وقال المصدر أنه جرى أيضا إغلاق مدخل جسر عمر وجسري السينك والجمهورية وساحات الخلاني والطيران وغير ناطا والنصور أعلنت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم إغلاق جميع الجسور النيلية بولاية الخرطوم مع عدى جسري سبا والحلفية وذلك من ضمن الإجراءات الأمنية تحسبا لمظاهرات اليوم ودعت اللجنة المشاركين لالتزام بالسلمية وتبليغ الجهات المختصة عن أي مخالفات واكدة أن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح ومتلكات المواطنين كما شدت على حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب بممارسة التعبير السلمي الذي كفى له القانون قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين وأصابت تسعة عشر آخرين بجروح خلال اقتحام مدينة نابلس وسط اشتباكات عنيفة وقال شهد عيان إن عدداً كبيراً من المركبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المدينة بشكل مفاجئ بعد أنباء عن اكتشاف وحدة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المدينة كما قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً رابعاً في قرية النبي صالح شمال رمالة وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في نابلس اليوم إضراباً شاملاً حداداً على أرواح الضحايا كما شهدت عدة مدن في الضفة الغربية تظاهرات ومواجهات مساندة لمقاتلي نابلس أبرزها في جنين ورمالة والخليل وبيت الأحد أعلن مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبدالله بثيلي أنه يعتزم متابعة التزام الخصوم السياسيين في ليبيا بتعهداتهم التي قطعوها مؤخراً وتتضمن التعهدات الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتفاصيل أخرى تتعلق بخريطة الطريق أعلنت مجالة بوليتيكو الأمريكية أن الإدارة الأمريكية ستصدر تحذيرات بشأن تهديدات سيبرانية روسية صينية للانتخابات النصفية ومن المنتظر أن يصوت الأمريكيون في الثامن من نوفمبر القادم في الانتخابات النصفية التي ستشهد تجديد جميع مقاعد مجلس النواب وأكثر من ثلث مقاعد مجلس الشيوخ وانتخابي نحو 30 حاكم ولاية تكاليف دعاية في الانتخابات النصفية الأمريكية اقتربت من 10 مليار دولار حسب ما رصدت شبكة أد إمباكت لإنفاق الحزبين الجمهوري وديموقراطي على الحملات الإعلانية المزيد في العرض التالي رقم قياسي تاريخي للإنفاق على الإعلانات السياسية في الانتخابات النصفية لهذا العام وفق شركة أد إمباكت تكاليف الحملات الإعلانية تجاوزت عتبة 9 مليارات دولار التي أنفقت على انتخابات الرئاسة السابقة ب700 مليون دولار علما بأنه من النادر أن تتخطى الأموال التي تنفق في الانتخابات النصفية تلك الخاصة بالسباق الرئاسي رقم يقدر بحسب إمباكت بضعف ما أنفق بالانتخابات النصفية لعام 2018 الإنفاق شامل شبكات التلفزة والبث والمنصات الرقمية للتأثير على الناخبين وتظهر المليارات التي أنفقت بالفعل حجم المنافسة المحتدمة بين الديموقراطيين والجمهوريين للسيطرة على الكونغرس وبحسب توقعات شركة أد إمباكت المنافسة الأغلى ستكون على مقعد بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا وتبلغ 276 مليون دولار بين السيناتور الديموقراطي الحالي رافايل وورنوك والجمهوري هيرشل ووكر نجم كرة القدم السابق فيما سيتجاوز التنافس على عضوية مجلس الشيوخ في ولايات حاسمة مثل بنزلفينيا، إريزونا، نيفادا، المائتي مليون دولار أما حجم الإنفاق في كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وميتشيغين فتقلص لحدود المائة مليون دولار تقريبا أو أكثر بقليل يذكر أن تمويل حملات المرشحين الديموقراطيين في جميع السباقات الكبيرة يفوق خصومهم الجمهوريين بأكثر من الثلث تقريبا وفق نيويورك تايمز أفاد مراسل العربية في شمال شرق سوريا أن نطاق انتشاري مرض الكوليرا ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية وأن تحذيرات الأممية والجهود المحلية لم تنجح في الحد من الوباء الذي اقترب من الكارثة المشهد من هناك ينقله مراسل العربية جمعة عكاش ألام تتفاقم هنا ووجع إنخبى لفترة قصيرة لا يلبث أي ظهر من جديد في الرقة الحسكة ودير الزور تحل الكوليرا على السوريين عبر مأكلهم ومشربهم أعراض الوباء وآلامه لا تستثني أحدا في هذا المركز الطبي الصغير أطفالا ونساء ورجال صارهم يسهلون ويستفرغون ويشي ثمان مرات سبع مرات باليوم يطلعون والله والحمد لله رب العالمين لول ما كانت تكون المشفى من مساعدتنا يعني ضعنا يعني صعبة بوتيرة سريعة اتسع نطاق المصابين في هذه المنطقة المرهقة من الحروب فلم يمر سوى شهرين حتى ارتفع العدد من بضع إصابات إلى الألاف حاليا تجاوز عدد الإصابات المشتببية التي تم إجراء تيست سريع لها تجاوز 15 ألف إصابة في عموم مناطق الشمال الشرق سوريا حالات الوفيات في عموم مناطق الشمال الشرق سوريا والتي تم إجراء اختبار لها وتأكد بأنها مصابة بكوليرا ووصلة حالة الوفاة 30 وفاة في عموم مناطق الشمال الشرق سوريا ويساهم في ارتفاع الأعداد استخدام المياه من مصادر ملوثة كنهر الفرات الذي تحول في مواقع عدة إلى مستنقعات إضافة إلى اعتماد مدن بأكملها كالحسكة على الصهاريج التي تحولت إلى مصدر رئيسي لانتقال الوباء ويبدو أن نداءات التحذير التي اطلقتها المنظمات الدولية من تفاقم الوباء لم تنجح بتحقيق الاستجابة المطوبة مع استمرار العوامل المساعدة لانتشار المرض يعتمد نصف السكان في سوريا على مصادر مياه غير آمنة كما يتناولون خضروات مجهولة المصدر إلى جانب ظروف الحرب والفقر وهشاشة القطاع الصحي قد تكون البلاد برمتها على موعد مع الكارثة من مدينة الحسكة شمال شرق سوريا جمع كاش العرابية وجه القضاء الفرنسي لتهامة لعشر نساء تمت إعادتهن إلى فرنسا من سوريا بالانتماء إلى منظمة إرهابية النساء اللواتي صدرت بحقهن مذكرة بحث وتحر وجهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جراء ضد الإنسانية وإبادة جماعية كما تم توجيه الاتهام إلى بعضهن بتهرب من وجبتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر ومع هؤلاء النساء تمت إعادة أربعين طفلا كانوا جميعا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متطرفون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوة الكردية في مصر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي الذي يقضي حكما بالسجن لمدة خمسة أعوان الفترة الأخيرة شهدت إطلاق صراحة ألف وثمانين من المحبوسين بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي نتابع أقارب وأصدقاء ونشطاء وسياسيون جميعهم تجمعوا الاستقبال الماشط والبرلماني السابق زياد العليمي من أمام بوابة السجن العليمي الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية الأمل التي أعلن عنها عام 2019 أفرج عنه بعد عام واحد بعفو رئاسي عفو يأتي في إطار مبادرة الرئاسية أعلن عنها في إبريل الماضي حيث تم الإفراج بمجابها عن ألف وثمانين محبوسا حتى الآن إنه بقى لي ثلاث سنين ما عنديش أي معلومات فإنه يبقى في ألف وثمانين واحد خرجوا ده رقم معقول بس كمان لسه في ناس كتير لازم يخرجوا لأنه أولا الناس دي ما تحبستش غير عشان رأيها ومن حقهم إنهم يعبروا عن رأيهم بحرية زياد كان عنده قضيطين قضية الأمل وتم نسخها وتعملت جنحة بالقضية اللي كان محبوس عليها وصدر بها حكم خد عليها عفو النهاردة لكن قضية الأمل مزايد قيد التصرف الإفراج عن العليمي سبقه خروج أعداد أخرى من البحبوسين في قضايا لم يتورط أصحابها في حمل السلاح ضد الدولة مثل حسام مؤنس ويحي حسين وغيرهم أعضاء لجنة العفو الرئاسي يؤكدون أن الإفراج عن العليمي تحديدا يعد رسالة على جدية الدولة في فتح صفحة جديدة مع شخصيات سياسية اشتهرت باختلافها مع النظام أولا كان ملفات الصعبة اللي كان فيه رهان عليها وكان فيه تداول كتير جدا على السوشيال ميديا إن زياد مش خارج وإحنا كلنا نتحدى ده من أول يوم وقلنا لأ ما فيش حد مش هيخرج وتيرة سريعة جدا بتخرج الآن الشباب المحبوسين على قضايا متعلقة بالرأي والتعبير أو متعلقة بمخلفة إجراءات قانون التظاهر يمكن في الأسبوع الأخيرة أو حتى الشهر ونص فيه واتيرة متسارعة لدرجة أنه في مجموعة تخرج كل أسبوع تقريبا سياسيون وناشطون رحبوا بخطوات الإفراج عن العليمي ورفاقه من الناشطين مطالبين بالاستمرار في الإفراج عن من تبقى من المحبوسين ومزيد من الخطوات في مجال الانفتاح السياسي خطوة سبقتها خطوات نتمنى أن تكون الخطوة الأخيرة نتمنى مزيد من الخطوات سواء ما يتعلق بالإفراج عن مزيد من المحبوسين أو باتخاذ خطوات قانونية وتشريعية وإجرائية في مجال حرية رأي والتعبير ومجال حرية التنظيم ومجال حرية التحتجاج السلمي ومع فرحة العليمي ورفاقه بخروجه من السجن يبقى التفاؤل مرتبطا بالتساؤل حول إمكانية أن تكون العودة لوجوه اشتهرت سابقا في اختلافها مع النظام بداية لمشهد سياسي جديد أحمد عثمان العربية القاهرة قالت المتحدثة باسم البيت العبيد كارين جامبيير إن التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تنقش إجراء مراجعة تتعلق بالأمن القومي لبعض مشاريع إيلون ماسك غير صحيحة وامتنع جامبيير عن التعليق بشأن علاقة إدارة رئيس جوبيدين مع ماسك أو تعاملاته التجارية مع دول أخرى مع دول أخرى oft منزل تقنقوا في مسلنا منزل تخلفة مسلником جائحةamar مل attentive خير السياسي المتحدثة